السلام عليكم كديرين لباس عليكم هانين مهانين نتمنى تكونوا باخر وعلى اخر ويلقاكم فيديو ديالي في التمام تمام الصحة والعافية ويلقاكم ماشطين ناشطين وسنك سنك كما نقول لكم دائما فنتمنى من اي واحد قيتمنى شي حاجة يا ربي توصلوا لها واللي بغي يقرأ والله ينجحه واللي بغي الدرية الصالحة لا ترزقه يا ربي الدرية الصالحة واللي تيقلب على خدمة الله يسر له الامور واي اي واحد قيتمنى شي حاجة يا ربي تحققها لي فاليوم اختكم غادي تشارك معاكم هالخضيرة واشنو غادي نوجد لغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم فنتمنى من الله يكونوا الفيديوهات ديالي كي ينالوا اعجابكم كما كان نقول لكم دائما ودائما البنات الى كتبغيوا شي حاجة نوع من انواع الفيديوهات ما تنسوش خليهم ليفلي كومنتر وما تنسوش ادعم اختكم بلي لايك وتبرتاجوا القناة مع الاهل والاصدقاء ديالكم وكما كان نقول لكم دائما الى كنك يعجبكم المحتوى ديالهاد القناة فكنتمنى ما الله تكبر القناة واكيد غادي تكبر بيكم ان شاء الله رحمن الرحيم فكلكم كان موت عليكم وانتمنى انا نكون كان يعجبكم الفيديوهات ديالي فاليوما غادي نشارك معكم هاد نهير هذا شنو درت فيه اه مهم بالنسبة اخرجت انا يا باش نجيب شوية الخضر اللي انها ما عنديش فاجبت غاي خدايرة عادية شوية ديال ماطيشة وشوية مهم خدايرة عادية وصافي باش غادي ندير هكا غادي وديالي وغادي نشاركها معكم ان شاء الله رحمن الرحيم وانتمنى دائما دائما يكونوك يعجبكم كما كان نقول لكم فيديوهات ديالي اذا انا دائما كان دير تكرار تكرار ضروري والمهم البنات فانا غادي ناخذت هاد الخضيرة هكا غادي نغسلها راكم عارفين ضروري ايامات عاطين اغلغسيل يعني اي حاجة نغسلوها فكان نغسلو هاد الخضيرة مزيان يعني غادي نغسل هاد لبما يطيشها ونغسل الخضيرة ديالي كاملة مهم را ضروري بلا دمك ينقي هكا الخضيرة باش كتحيدي من داك الدوا ودك شي وغادي ندوز باش غادي نحضر معاكم لغديوة واكيد غادي نشارك معاكم ان شاء الله رحمن الرحيم والبنات دائما دائما ما تنسوش تخليوا لي اليكمونطير وتقولوا لي واش كيعجبكم الفيديوهات ديالي او لله واش من نوع كتفضله فغادي نلبي لكم الطالب ديالكم اكيد الى بغيتوش نوع من انواع ديال فيديوهات فاكيد اكيد غادي نلبي لكم الطالب فانا غادي دابا نغسل هاد لخضيرة ديالي كاملة ونطلقها معاكم باش ندوزو نحضرو لغديوة ديالنا صافي غا نكمل لنا هكا هاد لخضيرة كاملة يعني تنغسلها وغادي نحطها هكا تستقطر وندوزو باش نحضرو لغديوة ان شاء الله الرحمن الرحيم صافي غادي نكملها هنحطها هكا فيتوش بيكا هكا تستقطر جبت الشهدية حتى هي الشهدية رخيصة دي راغي 8 درهم الخوخو الشهدية يعني رخيصة وانا من المحبين ديال الشهدية كتعجبني بزيف يعني رقيتها رخيصة وخضيتها الخضرات قريبا كاملة رخيصة يعني الخضرات الأيامات رخيصة بزيف يعني ما غالياش صافي غادي نغسل حتى الخص رقم عار فيه الخص كيكون عامر ترابو كيكونو فيه واحد بحل البخوش صغير ور يعني ما كيبانش مزيان كيبانش بزيف صافي يعني الخصر دائما الواحد تيغسله واحد ثلاثة المرات وليشنو حتى كيتتحيد منو قاعدك ترابو ذيكو الحشرات اللي كيكونو هكا كيكونو في الجنيبات يعني ما كيكونوش يبانو مزيان صافي غادي نغسله مزيان وغادي ندير معه واحد القطيره ديل الخل وغادي نخليه وغادي نخليه double شوفوا مش حال دي الطروبات كتكون فيه روكم عارثين شو нخاذ جنوب طراب يعني كيكون فيه طراب بزف خس كيتغسله وتعاودي الغسل يتعاودي كتغسله مزيان سافي غدي نغسله هكا مزيان وندير فيه كي ما قدت ليكم القطيرة دي الخل وغدي نخليه يرتاح شوية وندوز باش نوجد الغضاء فاليومة البنات غدي نوجد الواقيلة الحوت فالفران ماشي واقيلة غدي نوجد الحوت فالفران راني جاب ده سافي غدي نوجد الحوت فالفران وغادي نشاركه معاكم ضروري سافي غدي نكمل لنا هذا وندوز عاد باش نتلقى معاكم باش نشارك معاكم طريقة ديالي اللي كان نوجد بها الحوت سافي غنشل الخصم زيان يعني كنا نعود نديلي واحد تشاركه اللي لا تكون نية بعقلها هكا ونحطه يستقطر وندوز ننشف ديك الميتشة وهدي نردها البلاستة هكا باش نخوي البوتاجي باش نحضر الغضيوة ديالي نمسحهم نحتعهم مياه ونحطهم في ديك العيبات اللي كان ديرهم فيهم ديك الشبيكات سافي وندوز باش نخوي البلايسة ديالي اللي غدي نخدم فيها ان شاء الله رحمن الرحيم سافي رضيت ديك الخضيرات ديالي كاملة مسحتها ومسحت البوتاجي ديالي وغاني ندوز دبا نحضر الغضيوة ان شاء الله رحمن الرحيم اللي غن نتغذو بها فليوما اختكم غدي ديال الحوت ان شاء الله رحمن الرحيم وهذا الحوت هذا الله الله ما عرفت لي اسميته صراحة قالوا وايها قطون حوته حمرة عنده واحد راس فيه شوك والله ما عرفت شنو كسي يقولوا لي واقينا حيث هي عنده راس كاس حيث هي عنده راس كبير من الجنازة عنده راس كبير حيث هي راسة اكبر من جنازتها كما يقولون المصريين سافي وتي دق في ديال دين يعني انا كنا نقطع فيها بالموس هربو لي الكلمات كنا نقطع فيها بالموس وهي قاسك تدق فيها تايا دارت فيها مبغات سافي غدي نطي ونهج وشحوتات فوحدة غدي نخلي ان شاء الله رحمن الرحيم الرحيم لاننا نحن غير قلال يعني وهذه الحوت تبارك الله رحما كبارين شوية سافي غدي ندوز هكا نحضر شرمولة ديال هاذ الحوت غدي نشرملو ودر الدبا واحد شوية ديال خيزو يتسلق اللي غدي نفرج من تحت واحد جوج ديال خويزوات قطعتهم دوائر ودرتهم فغدي ندوز دبا ناخد واحد معلقة ديال الخرقوم معلقة ديال العطرية ديال الحوت واحد معلقة صغيرة تقريبا او كل مصغر صغيرة ديال البابريكا او تحميرا كما كيقولها او الفلفل احمر سافي غدي ندير معلقة ومعنديش شوية كامون هاد الحوت كيبغي شوية كامون عاطرية ديال الحوت صفي وغدي ندير مليحة هاي حاطرية ديال الحوت عادية وصافي كامون وغدي ندير واحد شوية ديال الملوين فكلم كاتعرفو احنا ركان نبغوذ ديال ملوينة غايش نغيزا ما غديش ندير بزاف. غادي نحك هاد رويسات ديالتوما هكي واحد ربعة رويسات ديالتوما. راس باقلية وحضرت اه معاكم الحوت فغادي نخلي لكم الرابط دياله في اسفل في على الفيديو وغادي نخلي لكم حتى الرابط دياله في اسفل الفيديو اللي بغى يشوف الطريقة ديال الحوت وبحاله هذا تقريبا وقيلة اللي اقضرت نيت بياني نفس الماركة على ما ادن. صافي وغادي ندير القصفر والمعدنوس. يعني البنات حناين كنشاركو معكم وافكار ديالنا را مع تبارك الله وصل عن بي را ما نخافش عليكم يعني را كل شي تبارك الله وصل عن بي يعني اي واحد ولا كل شي تيعرفو تبارك الله وصل عن بي يعني بنادم ولا يعرف كل شي مشي بحل شحال هذا ما كناش زعمة يعني ما كناش كننا نديره دا بات مارك الله وصل عن بي الواصفات موجودين والخير موجود وكل شي موجود غادي ندوز انا انعصر هات لالحويمة هكا شوية ديال الحامض صافي وغادي ندير اول ملوين ضروري احنا كنا بغاول ملوين صافي وغادي ندوز ايال اللي لستعملوش لي结روش انا نديروش انا هي انا كنش موجود اللا الاهوام الموجود طيب تختلف و ليس محدود و الطريقة و لده كل امرأة لديها لمسة في الطيب و في اي حاجة لديها لمسة خاصة به سوف ندرس المروين سوف نأخذ الحوتات للراس نضع المروين ونضعهم على المطلق لديها طيب و يجب عليها ندرس المروين يجب عليها يجب عليها لا تقوم بحث الراس هاي يعني الراس ديال هرا فيه واحد اللي بحل بحل تاج بحل شكل ديال واحد المهم واقفين سفي غادي نشرملهم هكا من الداخل ومن برهم زيان وغادي نحطهم هكا جانبا على ما طيب ليا ذاك الخضيرة وعاد باش غادي ندوز نكمل معاكم طريقة ديالي سوف نسلقهم اعفو ان الله يسر سوف نفرجهم الى تحت غادي نفرجهم هكا مل تحت نشكل شي باقي سخون غادي نهز الحوتون اخوي كامل هاد شي واحد غا من بعد غادي نقادم سوف نقادم هكا مل تحت نقادم البلاسة اللي ما فيهاش غادي نحط فيها هكا خضيرة وغادي عاد باش ندوز ندير ذاك اللاصوس هادي اللي محضرة سوف ندور ليا راسل هاد شي باش يلا تجيني في الطاوهية هاديك حيث هما بجوجات وتقريبا كبارين شوية بغا يبقى وخارجي اللي يعني ندورتها باش تقعد ليها غادي ناخد واحد معلقة ديال مركز الطماطم وحكي تقريبا واحد جوج ماطيشات هنا تقدروا تحكوا جوج ماطيشات او ثلاثة ودرتفهم واحد معلقة ديال التحميره باش كي يعطي هكا اللون يجي اللون ديال الحوت زوين وغادي نضيف ليهم الزيت البلدية مهم تقدروا تستعملوا غير الزيت العادية فانا عندي الزيت البلدية يعني استعمل الزيت البلدية وراكم معارفين الزيت كتعطي واحد اللدة هي الحوت وغادي نخلط هاد العناصر هكا مع بعضهم مزيان هذيك الماطيشة حيث كانت عندي فل مجميد يعني قاسحة صافي وغادي ندوزكا نزوق بواحد جوج ديال الفليفلات اللي كنقطع فيهم هكا عشوائي إلا كان عندكم فلفلة حمراء وصفراء فكيجيوز وينين وكيعطيوا لطبقة واحد المنظر انا ما عنديش غادي نستعمل غير هاد الشي اللي عندي نجوش ديال الفليفلات صغار هكا وصافي كندير في الجناب فاسبق لي وحضرت معايا معاكم كما قلت لكم هاد النوع ديال هاد الحوت هادا غادي نخلي ليكم الرابط ديالو في اعلاق ديال الفيديو وفي في صندوق الوصف هاد الشي كنديرو بالنسبة للمبتدئات للبنات اللي باقني الله كيتعلموا هكا علش كنعطيهم هكا بحالها التفاصيل مواتبرك اللي وصلا عن بيرا اتا واحد ما بقاش كي يعرف سافي قطحتوا حد شوش طريفات ديال الحامض وغادي نديرهم فالحوت هذا كيبغي زويتيناته كيبغي فانا ما عنديش الزيتون يعني ما غاديش نستعمله سافي غادي ندوز ناخد حد المعلقة وغادي نخوي ذيك الشرمولة اللي وجدتها كامل فوق الحوت ومع الجناب فما غاديش ندير الماء يعني غير هاد الشرمولة وهاد المبتشة هو اللي غادي طيف في الحوت ولكن كي سعرفوا بان الحوت والفلفلاء وماطيشات سيترقوا الماء يعني ما غاديش أنا نستعمل ما نهائيا في هاد الحوت هذا سافي غادي نوزع غير هذيك الماطيشة هكا في الجناب والفران نرى هو سخون وغادي ندخل هكا طيب تقريب ان واحد لمدة ديالساعة غا يكون واجد غا نغطي ضروري بالفابي ألمنيوم وغادي ندخله الفران ومنيني طيب نفلقه باش نوريكم الشكل دياله كيفاش غادي يكون يختراح حتى اي طيب منذ نطلقه باش نشوفو الشكل يالو صافي دابا من بعد تقريبا من دازته حتى الساعة المقانة الحوت هاو اخرشو كما كتلاحظو يعني جا معلك وكي يجي لديد بها الطريقة يعني ما فيش قطرة الماء غادي نقرب لكم الصورة باش شوفو الشكل يعني راه كي يجي لديد بها الطريقة هادا غادي ندوز دابا باش نحضر الشليده اللي غادي نرافقها مالا ومعلك 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 وما نعودش لكم على واحد الريحة طالعا منه يا سلام ما هو بقي جديد يالله جابه غير البارح يعني ما كانش في الكنجيلاتور زع ما بزاف فوقها هاد الحوت هادا فيه ذاك الشوك وذاك الراس الشرير زع ما صارحها كي يجي لديد وهو اصلا هاد الحوت هادا ماركا ديالو لديدة يعني الحمد يالو بيض زويل لديد غادي ندوز دابا باش نحضر الشليده اللي غادي نرافقها مع طبق ديالي ديال الحوت فغادي نحضر شلاده عادية ديال الخص وماتيش والخيار فكتقى ديك الشليده هادي كتقى هي ضرورية وكتبقى هي اللي دفدك الخاتعية يتاكل في شلادات فكتقى هادي هي شلاده الحقيقية اللي كتعجبنا سوفي غادي نقطع هكا مميتيشات وشليده ديالي غادي نقطعهم وغادي نرافقهم مع طبق ديالي ديال الحوت سوفي غادي ندوز دابا ناخد طبيس لات ديالي وغادي نحطيك الشليده اللي قطعت هكا في الطبيس لات سوفي غادي نقضيه وغادي نخليها الراجلي وواحدة غادي نناكلوها غادي نحطها في حد تبصير فالبنات صار حاجة لديد لديد بزف 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 لواحد درجة ما هنعودش ليكم لديد يعني وخانعيا نشكر لكم ما غاديش نوفي لكم حقو لأنه جاء لديد أم علي لك سراحة كنتمنىكم تجربوا بهالطريقة هدي وطردوا عليا الخبر تقولوا لي كيفا جاكم دائما البنات وغادي ندوز دابا باش نقطع شويال بلا شويال بلا شويال بطيق وغادي ندوزو ان شاء الله الرحمن الرحيم انت غداو دائما البنات كنتمنى منكم تدعمونا باش ان شاء الله رحمن الرحيم تكبر عندنا القناة ونسى مروا وفا بزاف ديل الافكار عندنا وبزاف ديال الوصفات وبزاف فقط كانت نوع الدعم باش هكا يعطينا واحد الحماس باش ان شاء الله رحمه 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 نكمله فكنتمنى منكم دعمو خدكم وما فيها باس ديروا واحد البصمة ما تنسوش لي البصمة ضروري الى جات على خطركم وبرتاجي الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش كتعمها كالفائدة ودائما كنتمنى مالله دائما كنقولها لكم نكون دائما عد حسنة يا ربي وله لا تحش منها ان شاء الله يا ربي ونبقاوك نعطيو ان شاء الله وكان نفيدوكم وهاد شي مكان يعني فكما كنتشوف اختكم يلا باديا فضروري كانت سنة منكم من تعمل زعمة الى كان ممكن باش هكا كان سعطيونا واحد الطاقة باش نقدرو نكملو ان شاء الله رحمه 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 و الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة